فعز الشدة تلاقي صاحب يسون وصاحب يخون لكن لو صاحبته هو مستحيل يبيعك مهما يكون فعز حزنك يطبطب عليك وفعز فرحك يجري عليك لو بعدت عنه وغبت عنه هيفضل يستناك ولو نسيته مستحيل ينتاك لأنه رمز الحب والوفاء فقريتنا النهاردة عن الكلاب أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في كلام معاكم نادة علاء ومعايا زميلي خالد عبد الماصر صباح الخير يا نادة صباح الخير صباح الخير على كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج كلام في كلام ويوم جديد عليكم وصباح الفل النهاردة عايزين نبدأ مع الضف المتقلق اللي صاحب خبرة 28 سنة بتدريب الكلاب أستاذ تامر غندور أهلا بك صباح الخير صباح الخير مش إحنا اللي بنصنعها يعني أنا مثلا كمدرب لازم يكون في درجة شراسة 2% 7% أي عدد علشان أقدر أنا أزوده وأشتغل عليه وأوظفه لكن ما فيش حاجة اسمها شراسة المهنة بتاعتنا هي تصنيع أردارات والمهنة كلها أبيديانس طاعة يعني لو إحنا بنشوف حد بيقول الكلب بتاعه يهجم فأنت من وجهة نظرك شايف إن الهجمة ديت شراسة شراسة هو أصلا ما بيعرفش حي هو أصلا ما عرفش أي أردارات ولا أي حاجة فإحنا بنصنع أردارات الأردارات دي لازم تكون نافذة الأول طبعا بتبقى درجة قليلة وبمتدي نشتغل عليها أكتر لحد ما تقوى وتبقى مثلا درجتها 80 في كلاب أسكية قوي بتبقى 100 صح طب ممكن برضو الكلب اللي أنا مربيت بيتي ممكن في يوم الأيام يجيله صرع أو كلاب زي ما نقول إن هو جالها بقت خلاص عندها الصرع وإنها بتاكل أي حد أو بتهجم على أي حد ممكن الكلب يتحول لكده في يوم الأيام لا هو ما فيش في المرض حاجة اسمها صرع هو دايما ربنا سبحانه وتعالى خلق البني آدم خليفة في الأرض في أرضه فإحنا اللي بنعمل ده يعني لو جبت كلب مجنون بيهاجم كل الناس فالكلب ده مش مجنون لوحده في حد هو اللي تسبب في ده اه اتعرض للأزايا فهو بيحاول أنه يدافع عن نفسه بالطريقة دي اتعرض للأزايا أو فبيعمل باك ديفينس نفسه قاوت مرّا غلط بطريقة شعبية لا بسيحنا بتبقى كلاب بقى شوارع ما تضرب بيهاجم دي كلاب الضلّة اللي هاي بتبقى في الشوارع بس لو ممكن الكلب بيت ممكن يتحول لكده ولا ما اظنش اللي أنا كنت بتكلم عليه هو كلاب الكلاب التربية اه كلاب التربية كلاب الكلاب الضلّة دي حكاية تانية اه دي بلوة دي حاجة تانية لا مش بلوة ولا حاجة ده الحقيقة في الناس هي يعني هم اللي عملوا كده بص انت بتزرعه وبتحصد اللي انت بتزرعه يعني لو احنا كل يوم بنخرج نئزل الحيوانات دي فاحنا فيه طار ما بيننا وما بينهم هو النبي عليه الصلاة والسلام قال أمم أمسلكم الجملة دي بالرغم من انها كلمتين انها هي مخيفة جدا وفيها كلام كتير ما يخلص أمم يعني هيكونوا كتير بيجزم انهم هيكونوا أمم هيكونوا كتير فمش هينفع ان انا موتهم لان انا كده بأذيهم مش بأذيهم هما انا كده بخاطب انا كده بتعامل مع ربنا ربنا قال انهم أمم كتير فلو انا قللت منهم يبقى انا كده ببارز ربنا يعرف انت فاهم وامسلكم او مثلا بعقموا علشان ما يخلفش فاهم بداعي ان انا بداعي ان انا مش عايزهم يقزوا صح اصلهم حيموتوا فانا هاعقموا علشان ما يخلفش علشان ما يعزوش كل ده هزي كل ده خارج عن ارادة ربنا ربنا قال امم امسلكم كلمة امسلكم بقى دي حكاية تانية امسلكم دي علشان معناها ان احنا بنحس ان احنا بنحب ان احنا بنشعر ان احنا عندنا اولاد ان احنا عندنا طموح ان احنا عندنا كرامة كل الحاجات دي هي كلمة أمثالكم فيها طب إحنا عندنا فيديوهات معروضة معنا وحضرك بتدرب الكلاب كده عايزيني تعليق من حضرتك على الفيديوهات دي هو ده فيديو بتحد كان مشهور يعني حد شغال في العمل العام طبعا بجنزة الأسماء ده كان ده تمعمول فيه كل التدريبات ده تقريبا حراسة ده كلب حراسة ده كلب حراسة في نفس المكان ده كلب جنسك بالأمر وهيفك دلوقتي لما هقوله فنش هو كده سابه سابه ماشي كإن شيئا ده زي ما انت كنت بتقول حضرتك إن شيئا لم يكن على فكرة إنه هو إطاع يعني هو فكرة إنه هو بيطيع الأمر هو زي تربية البيبي بحس زي تربية الطفل اللي احنا بنحاول نربيه بشكل معين أو بشكل سليم لا أكتر اللي هي بنخلي المهمة جاست وورك ما فيهاش مشاعر مبرد عمل افتح الباب دخل دوان أوكي أنا فرد أمن بدخله ده ما عليش ده استثناء أوكي حاضر ما فيش حد هيدخل خالص هنحارب على الباب أوكي فما فيش مشاعر ما فيش ده ده صاحبي ده ده أنا عرفه ما فيش هي جاست وورك مجرد عمل امسك امسك سيب سيب بس برضو في شعور الخوف يعني أنا كواحد بخاف بالكلاب السراح فدايبا لما بلاقي الكلب يماشي جنبي أنا عمتا الإدرانيلين عندي بيعلى فبخاف فساعات كذا حد بيقول لي برضو ان انت دوس على لسانك عشان ما يحسش بالخوف دي شائعة متشرة جدا ايه يعني عشان التوتر والخوف عندنا ما يبانش للكلب انه ما يجمشوا علينا فدي هل فعلا حاجة حقيقية يعني هي مش حقيقية لسبب ان الكلب عنده ربنا طبعا هو فضله يعني في الحتة دي هو أقوى من جهاز كشف الكذب عارب جهاز كشف الكذب اللي يكونوا بيحطوا عليه الجواسيس ده بالنسبة له كرتون مالوش داعي هو معدي بمراحل هو هيكتشفك هيكتشفك هيعرفك هيعرف اذا كنت حقيقي او ان كنت عندك رياء او ان كنت خايف او ان كنت متوتر او ان كنت مريب صح والكلام ده مش هيعرفه لما يتكلم معاك لان هو مكلمش هيعرفه من بادي لانجودش من حركة جسمك اللي أنا خايف هيكتشفه هيعرفه طب هو اكتشف خلاص ان انا خايف هل هو بمجرد ما يشعر ان انت خايف بيه يجم عليك لا ممكن يهوهو عليك مثلا هوهوتين كده ولو لسان حالو بيتكلم زينا هيقولك انت خايف ليه بالضبط طب الحل ايه لانا ده جنب الخوف ده لانا ما باين لوش لانا اكون خايف او لما اشوف الكلب ده باخافش مني طيب اول حاجة هتحط في دماغك ان ما فيش كلب اول حاجة اعيب السبيل ماشي جنب او هتتصرف بطبيعتك عادي جدا وهتحاول ان انت ما تعملش اي حركة مريبة مستفذة او حركة سريعة مفاجأة بس فقط زي ايه عايزين نعرف الحاجات اللي بتستفذ الكلب بردو يعني اشارات ايه معينة مهول انا عايز اعرف السؤال على الكلاب اللي في الشارع ولا الكلاب اللي في الشارع احنا يعني احنا من الكلب الوقت احنا حاجات بنمر بيها اللي هو كلب شارع احنا دايما متعودين على هجوم الكلب ده لا كلب الشارع ده سهل جدا والموضوع عامل زي السهل الممتنع بس الناس مرشت 찍وا الشارع بتاعنا طول النهار بتاع البناء אדمين احنا اللي مسيطرين على الشوارع طول النهار وهم اللي مسيطرين على الشوارع طول الليل اوكي طيب لما هو بيستلم الشارع بالليل هو بيبقى عنده ضغينة لازم وعارف ان انت شرير احنا قلنا لو هو بيكتشف وعارف ان انت شرير فهو بيتصرف على هذا الأساس على الأساس أن أنت الشرير طب نعكسها أنا بواي الأكل بتاعتي بتفضل في البيت وبواي أكلك وأكل كل الناس الرحمة أنا مش بس هحط الأكل على الباب واسيبه واجري لأ أنا هقف شوية لحد ما شوف كلب علشان يشوف ويشوف بادي لانجوش بتاعي ويعرف أن أنا اللي حطت له الأكل صح وأعتقد إحنا شوفنا حاجات كتير جدا يعني أمصيل ده في حياتنا عملية لما بنلاقي مثلا أن أمه مثلا بتديها أكل فبتفضل حاسة بالمعروف تجاهك ككلب يعني بيبقى حاسس بالمعروف تجاهك أي حد بيحس بالعطاء بمجرد أو أي حيوان كمان بيحس بالعطاء بمجرد ما بتعمله خدمة فهو بيحس بدا زي ما أنت كنت بتقول برضو على فكرة أنهو بيحس بيك مش بس في خوفك لأ برضو في حبك لي بالظبط والكلام اللي أنت بتقوله كمان أنت بتكلمي عموما على الحيوانات إحنا بقى هنخش عند أوفى مخلوقات الله فلو كان كل الحيوانات الموضوع دوت هيبقى بالنسبة لها سي 100% إنما لما هنروح عند أوفى مخلوقات الله هنعدي المية في المية وهنوصل للمتين ويمكن نعدي المتين فالموضوع عنده هيبقى أطخم شوي هيبقى فيه متنان قوي جدا ده لو حصل يوم طب برضو ساعد بنشوف في الأفلام والسينما بيجيبوا الكلاب ويشتغلوا معهم في الأفلام وتحس أن البطل عارف الكلب ده بقى له سنين جدا إيه المد أو الوقت إن هو ياخد على الشخص ده إن هو يتعامل معاه ويبقى بيمثل معاه بحرفة جديدة جدا زي فيلم الدموع السوداء يعني ما كان مع كابتن صالح سليم أوكي ده 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 الكلب بتاعه ده الكلب بتاعه الشخصي أوكي بس إحنا هنقول بقى إيه الكلب الشخصي بتاع صالح سليم كان بيعمل كده لأنه هو فعلا دي الحقيقة ده الحقيقة بس فيه أسلام تانية زي ويلت سميث أوه عصبت الكلاب أوكي أوكي فيلم بتاع ويلت سميث عشان قريب شوية علشان الشباب إحنا ودان بقى عند عصبت الكلاب بقى لي قديمة أهوية أنا أساساً مش أنت بقى ساهم أنا معرفوه أنا معرفوه هو أقوى فيلم تعمل عن الكلاب كويس؟ ده عربي لا ده إنجليش إنجليش عفوا إحنا قلنا إن التدريب المحترف بيكون جاست وورك ما فيهوش مشاعر جاست وورك تمام إحنا بنتعلم أردرات وبننفذها فقط بس لا غير والله بقى اللي بنفذها معاه اسمه حسن اللي بنفذها مع اسمه شريف اللي بنفذها مع اسمه شريف لا بس أحيانا فيه حف بكده تحس بيب أبين في الكاميرا ده كلاب التصوير ده كلاب التصوير ما هو بيكلم على كلاب التصوير أنا بكلم على قبل التصوير هو بياخد وقت تقديه عشان يتعود عليه مش كتير لو كلب محترف وكلب بالغ ومتدرب واخد فترة كافية للتدريب كويس؟ ما بياخدش وقت كتير وبعدين فيه حاجة تانية خلي بالك أن انت بتتفرج على الفيلم مرة واحدة صح لكن في الحقيقة وإحنا بنشتغل كويس؟ احنا بنعمل شط شط بالضبط وبعد كده بنركبهم على بعض فبتشوفهم كلهم وراء بعض لكن في الحقيقة أن احنا لما اشتغلنا ما عملناش كده احنا علشان نعمل الشطات دي علشان نعمل أربعة أو خمس شطات ممكن نستغرق في يوم شهر بالضبط احنا بنضرب الكلب على شط شط ده مكوت كبير جدا جدا وبياخد وقت كتير السبسة راحة بيطلع عمل متميز جدا أي حاجة مع الكلاب يعني بتشد الناس جدا ودي حاجة حلوة ان احنا برضو فعلا محتاجين من الأفلام دي كتير انها يتعبر عن الرحمة والوافاء اني ممكن الكلاب دي فعلا بتاعد الأشخاص والله هو الراجل الكبير يعني بتاعنا ربنا براكلنا فيه يعني هو رحيم جدا وشخصية إنسان جدا حتى يعني كويس احنا أسامة الأزهري المتحدث الرسمي عن السيد الرئيس عبد الفتاح بخصوص الأزهر كان لسه برضو طالع في برنامج قريب وهو بيحب القطب جدا على فكرة الحيوانات هي السعادة هو المستشار فيه بس يعني هو المستشار فيه بتاع السيد الرئيس في حاجة عايزة أقولها هي السعادة قدامنا وتحت رجلينا واحنا بنسيبها ومش عارفين وبندور عليها في كل المكان في كل الأماكن وبرضو مش هنلاقيها السعادة هي في الحيوانات لو عندك حيوان انت هتحصل على كل السعادة على كل السعادة وعلى كل الامتنان هتحس بمشاعر كده عارف هيمل حياتك هيمل القطط ان شاء الله عصفو ان شاء الله عصفو هي السعادة طب هي ممكن بردو كلاب بتعلم لغة الإشارة أو بتفهم الكلام بتاعنا بردو جميل قوي سؤال ده جميل طيب هو الكلام ده بقى وهمي الكلام الوردارات الكلام مع الكلاب اتكلم معاه ده وهمي صفرة على الشمال مالوش اي علاقة ده قبل التمرين فين بقى الحاجة اللي هو بيستوعبها قوي حركاتك الإشارات الإشارات بيستوعبها 70% فاحنا التمرينة أو الكتاب بيقول ان انا بحط الإشارة لازم الإشارة تكون موجودة وبحط جنبها الكلمة كويس؟ بحيث ان الكلمة تمتص من تاخد الإيجابية من الإشارة مرة على مرة طبعا احنا عندنا صفر الكلمة دي ستزيرو هتبتدي تطلع شوية درجات درجات لحد ما تحصل الإشارة وتبقى زيها زي الإشارة وطبعا طالما انت شغال الإشارة الإشارة بتزيد بتبقى من 70% فالتنين بيبقوا 100% بيستوعب دوت وبيستوعب دوت لو استخدمت ده الواحده بينفذ ولو استخدمت ده الواحده إنما في الأول الكلام ده وهم بخصوص التربية بقى من ده خلنا على تربية الحيوانات والكلام ده لو انا ما عندي كلم او لا انا عندي كلم مثلا وهو بطبيعة الكلم في اللعب بتعود او انا وبيبقى أسنانه اللبانية بقى وعملة زي الدبابيس كويس ولو لابس بلوفر بقى بيشبك في البلوفر ويكر ويقطع الهدوم ويقطع إدايا طيب هو مبدئيا الموضوع بتعود عاد عادة دوت حاجة كويسة جدا في الكلب حاجة فطرة كويسة جدا في الكلب ليه كويسة ليه؟ هو زيه زي البنى قدمين يعني هو بيبقى عنده سنان لبنية بتتغير فهو لازم بيحرك سنانه دي بتبقى زي الأطفال يعني بخصوص بقى السنان اللبنية والأطفال هل برضو موضوع الكلاب ده بيبقى حاجة كويسة وإحنا عندنا بيبي أو طفل في سن صغير بس هذا يكون الكلب مضرب يعني مش هينفع جيب كلب بيبي مع ولد بيبي الدنيا هتبقى صيحة من هنا أو صيحة من هنا ومش هينفع ممكن أي حدي فيه مئزة تاني بالضبط هل برضو فيه الزي اللي أنا برضو أقدر أدعم الصحة النفسية بتاعت الكلب اللي عندي من الأجواء بقى المحيطة اللي عندي زي حسن من مزاجه أو من نفسيته هو يعني إيه اللي أنا قدر ممكن أعمله له طيب أنا أحتفظ بس بالإجابة بتاعت السؤال ده لحد ما الإجابة بتاعت السؤال ده أنا يهمني قوي معلش أنا أنا بسيط شخصة بسيط جدا بس الفانز بتاع اللي بيحبين ويحبين الحيوانات كتير ونفسهم يستفادوا اللعبة بالعضعضة دوت مشكلة عندهم فأنا حجاوب عليها بس إحنا بنجيب فيه عدادة بتتباع في المحلات بتاعت الإكسسورات وفيه عدادة بلدي اللي هي بتبقى عضماية موجودة عند الجزار دي بتساعد الكلب على إنه يجبع رغبته في العضعضة وفي نفس الوقت بتساعد على إن السنان الليبانية تتكسر لأنها طبعا بيكون مش متصلة بالجدور تبقى لينة أه على فكرة هو مظلوم في الحكاية دي لما بيجي عضعضك وبيوجعك أنت بتعتقد إن الكلب شرس هو مش شرس هي بس ملهاش جدور مش متصلة بالعصاب هو مش حاسس بيها أصلاً فهو مش غبي ولا هو رخم هو أصلاً مش حاسس بيها بس لأنها مش متصلة بالعصاب فاحنا لازم نديله كالسيوم ونساعده إن هو السنان دي تقع لما بتطلع السنان الطبعية اللي متصلة بالعصاب بتحس إن الرأكشن ورد فعله بتاع العض أو الدوسة بيقل لأن كده هو حاسس هو بيعمل إيه؟ إنما قبل ما بيكونش حاسس وهو ده اللي بيسبب المشاكل بنعمله لعبة بسيطة زي مثلاً حاجة كده ممكن نعملها في البيت أي بانطلون قديم وبقطع الرجل بتاعته كويس وبلعبه بيها وهو بيقض في الرجل بتاعت البانطلون ولازم أحرص دايماً إن أنا بعمله فايت كروكي ده فايت كروكي دايماً لازم خليه يكسب الفايت يعني ما ينفعش أخدها منه ما ينفعش ده في التمرينة غلط لازم دايماً حتى لو هو بيشد بالروحة أقنعه إن هو يعني قوي جداً ون هو أخدها واسبها له فكرني بقى بالسؤال بتاعك عشان أجابه اللي هو إزاي دعم الصحة النفسية بتاعت الكلب بتاعت الكلب، أوكي علشان بيبقى فيه أمراض نفسية طيب الأمراض النفسية بتحصل من التعذيب الشديد أو إنك بتسيب الحيوان بتاعك وبتبعد عنه فترات طويلة يعني إنت مثلاً عندك شغل وترجع من شغلك الساعة 8-9 بالليل أوكي؟ فالكلب بتاعك كده مش هيشوفك فترة طويلة جداً وحتى لما هيشوفك، هيشوفك تلت ساعة نص ساعة لإن أنت جاي أصلاً مستهلك فمش هتعرف تقعد معك بتخلوا بقى مرحلة اكتئاب اللي هو مش اكتئاب، ممكن يجيلوا تباول لا إرادي بالضبط، ده السؤال برضو معنا، التباول اللي عندك كلاب ده اللي هو اللا إرادي، ده سببه إيه برضو؟ نوع بيجي من التعذيب والأذى، ونوع بيجي من الفرحة الشديدة نوع من الخوف الشديد ونوع من الفرحة الشديدة النوع بتاع الخوف الشديد هو أن انت بتمرن غلط يعني بيجيبوا الكلب وبيبطوه، بيعودوا بعصيان، بيئزوه وكده وبيعتقدوا أنهما بيشرسوه على فكرة أنت لو ربطت عصفورة، حتدفع عن نفسها يعني أنت لو دخلت إيدك في قفص العصفورة وحاولت تأذيها حتنقرك وحتحاولت دفع عن نفسها ده مش معناه أن انت بتشرسها أو أن انت بتطلع على الشرسة اللي جواها ده مش معناه، ده مجرد جاستن هي بتدافع عن روحها التمرينة دي غلط، ده غلط، أن انت تربط الكلب وتأذيه ده غلط ده بيسبب التباول لإرادة والله أوكي؟ ده الخوف الشديد طب تعالجوا بقى زي؟ ما احنا بنلغي الخوف بنلغي الأسباب، بنشوف السبب وبنلغيه هو جاله من إيه؟ أنا عملت إيه؟ عملت التمرينة غلط في حد جالي وعمل التمرينة غلط يبقى أنا لازم أتوقف، فورا كويس؟ الفرحة الشديدة هو أن انت بتسيب الكلب بتاعك فترات طويلة محبوس في مكان ومش بتروح له خالص فأول ما بيشوفك، بيفرح قوي بقى بيفرح قوي، فما بيعرفش يسيطر على المسانة فالدنيا بتزرعط طب إيه النصيح اللي احنا ممكن نقدمها في العالم؟ قبل ما نقتم بعض إن شوية نصايح كده من كابتن تامر غندور لأي حد بيربي كلاب وأي حد عايز يخش في مجال تدريب الكلاب؟ بالنسبة للحد عاوز ييربي كلاب أول ما يجي في بالك إن أنت عاوز كلب لازم الأول يكون عندك مكان الأول اعرف إن الكلب بتاعك ده مش هينفع يتحط في عشة فرخة لا يصلحه ومش هينفع أجيب كلب أحطه في قصة توح في عز الحر ده مش هينفع ومش هينفع أحطه برضو تحت الأرض في جراش برضو مش هينفع يعني فيه لازم يكون فيه مكان ده أول حاجة ده ألف بيه تاني حاجة لازم يكون عندك حد خبرة تعرفه علشان يمدك بالمعلومات وتعرف المساحة اللي عندك قديها عشان تختاره على قد المساحة المساحة لو قليلة فهختار كلب صغير المساحة لو كبيرة هختار كلب مناسب وهبقى عارف صفات الحيوانات إيه اللي أنا هختارها صح علشان أركب المكعب في مكان المكعب والدايرة في مكان الدايرة مايبقاش مركب في حتة مش بتاعتها صح كويس؟ بس كده كابتن تامي بالجور على الفقرة الجميلة مشكر جدا مشكر جدا مشكر جدا شكرا جدا مشكر جدا بإشام بعد الفاصل لاستنونة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة